لم يأت انزعاج الرئيس بوش وتساؤلاته عن الشلبي من فراغ وأنما جاءت نتيجة المعلومات الموثوقة التي حصلت عليها السي آي اي من أن الشلبي يسرب إلى الإيرانيين معلومات حساسة بالغة الخطورة عن الأمن القومي الأمريكي لذلك أمرت سلطة الاعتلاف المؤقتة بمداهمة مكاتبه وبناء على أمر من الرئيس بوش تم إنهاء عقد الخدمات الموقع بين المؤتمر الوطني العراقي واستخبارات وزارة الدفاع والذي يمول بموجبه المؤتمر الوطني بـ 350 ألف دولار شهريا وبعد يوم واحد من إعلان إنهاء العقد داهمت قوات أمريكية مع قوة من الشرطة العراقية منزل أحمد الشلبي وأحد مقرات حزب المؤتمر الوطني الذي يترأسه وصادرت منه أجهزة حواسيب ومعدات لتنتهي مسيرة أحمد الشلبي مع الأمريكان بهذه النهاية غير المتوقعة قال لي مبعوث من الرئيس بوش إذا عرضت سياسات الرئيس بوش فسنأتي بثقة للولايات المتحدة كله لمحاربتك علمت أن الأمريكيين سيستهدفونني هناك وثقة في مجلس الأمن القومي موقعة من قبل الرئيس بوش في أبريل من عام 2004 بعنوان تهميش الجلبي بعد هذه المقابلة بعشر ساعات وجد أحمد الجلبي ميتا في فراشه اشتركوا في القناة